انت تقدر. انت تقدر تعمل كل حاجة. تقدر تغير الواقع اللي انت عايش فيه. انت دلوقتي لسه كل حاجة ايدك انت لسه مدخلتش لامتحناك. مجموعك اللي هو المية في المية. لسه منقص منه ولا نصف المية. مجموعك لسه كامل. لسه منقص منه حاجة. ليه عملت اقلل من قضلاتك وتقبط من نفسك. كل اللي كان عايف ان هما بيحبطوك كلهم بيقللوا منك. حتى نفسك عملت اقلل من عزمتك وتقولك انك مش هتقدر تعمل حاجة. بس انت تبقى انسان ضعيف لو استسلمت لكل الحاجات اللي حواليك. انت لازم ان تبقى اقوى من كل الحاجات اللي حواليك عشان تقدر توصل للهدف بتاعت. مجموعة زي ما قلت لك لسه من قص منه حاجة. بس انت عملت عطل نفسك بالحواجز اللي انت عملت عطاها قدامك. في مليون حاجز عملت حطهم قدامك بايدك معطلينك مش عايف تعمل حاجة سببهم. يعني اقتر حاجز فيهم انك عمل بتفكر في الامتحان وانت لسه متخدش الامتحان. يا سيدي لما تبقى في وقت اللجنة. وخلاص انت فعليا في الامتحان ووقتها بقى فقق في الامتحان. انما انت دروتي في وقت المزاكرة. يبقى ما تفكرش في الامتحانات. يبقى انت كل اللي قدامك المفروض انك تخلصه. معك مواد مسلا وعمل تقولي الوقت دايق ومشاهده هعمل فيها حاجة. تخصص لكل مادة يوم او اتنين. وشوف الحاجات اللي بقى لك فيهم. وانواسك ملوم في المية انك تقدر تتخلص الحاجات دي. بس ما تقعدش تقلل من قدراتك. لان انت لو قللت قدراتك خلاص كده انت موت الصقة في النفس. وخلاص طالما الصقة في النفس ماتت انت مش هتقدر تعمل حاجة. يبقى انت لسه كل حاجة في ايدك لحد دلوقتي. خصص لكل مادة. يعني من الحاجات اللي واقفة عندك مثلا عندك مادتين او تلاتة لسه بقى لك فيهم حاجات تخصص لكل واحدة يومين متواصلين. وانواسك ملوم في المية بازن الله انك هتقدر تخلص الحاجات دي. بس ما تقعدش تصعب الدنيا حواليك وتقول مش هوصل. لأ هتقدر توصل. بس كن واصل في نفسك. وهتقدر تعدي. مجموعك اللي هو المية في المية قلنا لسه ما نقص منه حاجة. عقلك لو فضل الاستقبل كل سنية معلومة ديدة. وانت فضلت عايش لمدة سبعين سنة هتموت بنقص عقلك فاضي. انت تقدر تعمل كل حاجة. وعقلك ده جوا قضيات عالية. بس انت هدافينها مش بتدور عليها. استغلها وحتلاقيها صح. وهتلاقيها مساعدك. خليك واصل في ربك واشتغل ويسيب الباقي على ربنا. ربنا مش هزلمك ابدا ومش هيديع مجهودك. بس انت اشتغل. انت اشتغلي. ويسيب الباقي على ربنا. وقت الامتعان لما يليوم افكر فيه. هو وقت بتاع دلوقتي هو وقت مذاكرة فقط. وقت انك تضرب على الحل. الحل اهم من المذاكرة بكتير. خليك واصل في نفسك وتوكل على ربنا وبازن الله نتيجة شوفكم في فيديو بديد ان شاء الله. السلام عليكم وعحمة الله وباكاته. كان معكم محمد العديد.